باتت الطوابير في العاصمة صنع الخاضعة لسيطرة الميليشية الحوثية مشهدان يومياً أبطالها مواطنون تقطعت بهم سبل الحياة يحلمون بالحصول على كميات من مدد البنزينة لواصلون مشوار حياتهم سيارة من كل الأنواع ودراجات نارية تتقاطر في طوابير طويلة بانتظار الفرج في جولة جديدة من أزمة مشتقات نفطية عارمة تعصف بالعاصمة منذ نحو أسبوعين مواطنون يتهمون الميليشيات الحوثية بإفتعال الأزمة بتوجي أصحاب المحطات بإغلاق أبوابها فيما تجد في السوق السوداء مرتعاً لها لكسب المزيد من الأموال لثراء قياداتها ودعم ما تسميها المجهودة الحربية رفع متكرر للأسعار حتى وصل سعر الدب العشرين لتر إلى ثلاثة عشر ألف وخمسمائة ريال في المحطات وأكثر من ذلك في السوق السوداء فضلاً عن توقيفها لعشرات القاطرات المحملة بالمشتقات النفطية في مراكزها الجمهورية المستحدثة التي تفرض على ملاكها دفع ضرائب مضاعفة وأتاوات غير قانونية والتسببات الأزمة الخانقة في المشتقات النفطية في تعطل حركة النقل والمواصلات وارتفاع جورها أضعفاً مضاعفة وصلت إلى أكثر من ثلاثمائة بالمئة يدفع فاتورتها للمواطنون في ظل عدم مصادر الداخل وانقطاع مرتبات الموظفين الحكومين لعامين كاملين اشتركوا في القناة